من بغداد ينضم إلينا سيد مهدي خزعل المحلل السياسي ومن عمان سيد ذرع دهاشم باحث في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية. أبدأ معك سيد مهدي. إلى أي مدى يمكن الربط هنا ما بين تصريحات وزير الخارجية العراقي بتحذيره من عودة داعش مجددا. وبين رغبة بعض المكونات العراقية من بقاء القوات الأمريكية في العراق للدعم في محاربة داعش. تحية طيبة لك سيدي المحترم. شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. واقعا منذ زمن بعيد عندما أعلن القائد العام من القوات المسلحة الأسبق الدكتور خيدر العبادي. النصر على تنظيم داعش. ونحن كخبراء ومحللين ومراكز دراسات سياسية. قلنا أن النصر تحقق عسكريا ليس كليا بل جزئيا. وهناك مرحلة أخرى. لا بد على الحكومة العراقية أن تبدأ بها. وهي مرحلة التطهير الفكري. بالتالي داعش كفكر هو لا زال موجودا. ما تحدث به وزير الخارجية. لم يخطئ. كان كلامه صوابا. هناك خلايا. هذه الخلايا ليست خلايا نائمة كما يتم التوصيف. لا هي خلايا كامنة. موجودة في عدد كبير من المحافظات العراقية. وهذه الخلايا كامنة تنتظر الفرصة المناسبة. من أجل أن تفعل هجماتها وتربك المشهد الأمني. وتعكر الصف والمزاج العراقي الموجود. بالحديث وبالجواب عن سؤالك. عن مدى الترابط بين تصريح وزير الخارجية السيد فؤاد حسين. وكذلك وجود القوات الأمريكية. يعني أنا لا أستبعد وجود هذا الترابط. في التالي القوات الأمريكية كانت راصدا استخباريا مهما. وكذلك كان لها دورا جويا في مقاتلة القوات داعش الإرهابية. طيب سيد رعد الكاتب والمحلل السياسي. يعني لماذا برأيك بعد كل هذه السنوات من محاربة داعش. لم تفلح العراق من إنهاء التنظيم من جذوره. ألا زالت تحتاج إلى هذا الدعم الأمريكي؟ تحية عليكم والمتابعين الكرام. يعني عوامل كثيرة في مقدمتها. هذه الأمور التي تحصل ما بين الدول الإقليم. وخاصة الدول الكبرى. يعني أنت تتحدثين عن تصريح لوزير خارجية روسيا. وهو يتحدث عن موضوع الخلاف. فيما بينهم مع الأمريكان. بخصص مكافحة الإرهاب. يقول نحن ندعم العراق بغض النظر عن الرؤية الأمريكية. يعني لا تنسيق في الموقف. وبالتالي التضارب بين المواقف والرؤى. يحدث هذا الخلاف الجوهري. الذي يربك العملية. ربما عملية محاربة الإرهاب بشكل محكم. يعني حينما يقول حتى وزير خارجية سيد فواد حسين. لسوء الحظ. هو مو مسألة حظ. لسوء التنسيق والإدارة المتبادلة. ما بين الأطراف الدولية ككل. وعملية محاربة الإرهاب. يعني التحالف الدول الذي أنشئ أمريكيا. أمريكيا. أوروبيا. وما يعني تجمع معه من دول. ولكن أنت تجدين الآن روسيا وإيران. وربما حتى الصين. تغرد خارج هذا السرب. أي لا ترضى بالمعالجة الأمريكية. لمقاتلة الإرهاب أو مكافحة الإرهاب. إذن هذا الإزدواجية أحيانا لتتحصل. ربما تربك المشهد. ودخول أيضا الإيرانيين والميليشيات. في موضوع التناقضات هذا على مستوى الداخل. أيضا يعرق الكثير من الخطط الأمنية. هناك عمليات مشتركة. ربما تكون ناجحة. ولكن هناك عمليات فردية تسهم في إرباك الموقف كثيرا. سيد مهدي. أشرك معي في الحوار سيد مهدي. إذن سيد مهدي. هذا التواجد الأمريكي. والذي تنتقد روسيا من جهة. وترفض بعض القوى السياسية في العراق. والتي اتهمت بولائها لإيران. هل هذا من الممكن أن يغير مصير بقاء القوات الأمريكية. في دعم العراق لمحاربة داعش؟. سيدي المحترم. دعنا نثبت نقطة أولية. أن داعش هي جزء كبير. أو هي كذلك ورقة سياسية. يهتم التحكم بها والتلاعب بها. مهما اشتد الخناق على بعض الأطراف. من أجل أن تنفس عن نفسها داخليا. وكذلك تحدث فوضة. وتعطي لنفسها الفسحة والمجال مرة أخرى. جوابا على سؤالك. في التالي وجود القوات الأمريكية سيدي المحترم. جزء العراق ليس بمنأة عن المشهد الخارجي. وعن الصراع الخارجي. وعن التدخلات الخارجية. وجميع الدول برمتها لديها أطماع داخلية في المشهد العراقي. والساحة العراقية اليوم. العراق يمتلك دورا مهما. والعراق كان حاجز صد لكثير من الدول. عندما نقضى على الإرهاب. وقاتل الإرهاب بالإنابة عن الإنسانية. وعن العالم العربي وعن المحيط الخارجي. فبالتالي العراق هو محل أطماع الكثيرين. ومحل أطماع الدول المتسيدة في المنطقة. وكذلك في الشرق الأوسط. هذا الصراع هو صراع موجود بين روسيا وأمريكا. وهو جزء من عنده واضح. ويظاهر للعيان والمراقبين والمتابعين. ومن يريد أن يبحث في هذا الموضوع. جدلية القوات الأمريكية. التي يتم الحديث عنها. وأخذت جزء من المشهد السياسي العراقي. وكذلك من المشهد الشعبي العراقي. على مستوى الجماهيري والأفراد. هذا الأمر يبقى مناطا للقوات الحكومية. ويبقى مناطا لقيادة القوات الحكومية. هي التي ستبت في هذا الأمر. وتقول بقدرة القوات العراقية. على سد الفراغ الأمريكي الموجود اليوم. أو عدم قدرتها. بالتالي نحن نبحث عن مصلحة العراق أولا. أينما تكون المصلحة العراقية. فنحن ندفع باتجاهها. طيب أستاذ رعد. كيف ننظر إلى هذا التواجد الأمريكي. في حال رحيل ترامب. ومجيء بايدن. وتنصيبه. واضح المعطيات الأولى. والتصريحات التي صدرت من الإدارة الجديدة. أو مرشحية الإدارة الجديدة. مطمئنة باتجاه دعم العراق. ولعل كل الإدارات الأمريكية. بتعاقبها. كانت الدعمة والساندة للحكومة العراقية. وهي تتعامل معها مباشرة. وتدعمها وتساندها بكثير من المواقف. لحتى تدعم موقفها في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والتجمعات الدولية. هذا مفروغ من عنده. لكن متباين هذا الدعم. هذا الموقف. متباين ما بين إدارة وأخرى. منهم من يرمي بثقله كله لدعم الجانب العراقي الرسمي. ومنهم من يوظفه. طبعا هي بالحصيلة. بالكامل هي توظيفة لمصالح الأمريكان نفسهم. وهذا الدعم يأتي في هذا الإطار. أكيد. ومن ضمنها مكافحة الأرهاب. لكن هنا يدخل على الخط. ما بعد مرحلة ترامب. التي اتسمت بنديةها. أو لنقل لعدائيتها المباشرة لإيران. واستهدافها لأبرز قادتها العسكريين. سليماني. الآن بعد هذا التطور الانتخابي. أو للنتائج الجديدة. ماذا سيسفر من مواقف أخرى. لإرغام إيران على الانسحاب. أو للدخول إلى طاولة التفاوض. أو إلى الانصياع للمجتمع الدولي. هذه الرؤية لا زالت تحتاج إلى وقت لكي نتعرف عليها. وهي بالتأكيد يبدو أنهم اتسمة بالمرونة. وشيء من الدبلوماسية في التعاطي مع هذه القضية. نعم. أستاذ رعد هاشم الباحث في المركز العرقي لدراسات الاستراتيجية. كنت معنا من عمان. وأستاذ مهدي خزعل الكتب والمحلل السياسي. كنت معنا من بغداد. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم.